أهلا بكم من جديد أكملت أمانة منطقة الرياض تجهيز عشرة مواقع في العاصمة احتفاءا بيوم التأسيس والذي يصادف الثاني والعشرين من فبراير من كل عام ذلك ضمن جهودها في جعل المدينة متفاعلة مع الأحداث والمناسبات إلى جانب تعزيز الترابط المجتمعي وروح الانتماء والتلاحم تتضمن المواقع المخصصة للاحتفالات التالي أولا حديقة النخيل الغربي حديقة قرطبة العامة حديقة الكناري حديقة الملتقة حديقة الخليج حديقة السحاب حديقة الدار البيضاء الثانية وحديقة الرمال حديقة أبي ذر الغفاري حديقة الفلاح وبيّنت أمانة الرياض أنها راعت في المواقع سهولة الوصول إليها وإضافة توزيعها على مناطق متفرقة في المدينة إضافة إلى تهيئتها بشكل كامل لاستقبال السكان والزوار وعدت أمانة الرياض مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثرية المنسجمة مع طبيعة الحدث ودوره في استذكار مسيرة ممتدة للدولة على مدار ثلاثة قرون كذلك إبراز مصادر فخرها بماضيها العريق وإرثها الثقافي المتنوع وتتضمن هذه الفعاليات معرض الأزياء التاريخية والمجسمات التراثية وكذلك العروض التفاعلية التاريخية والألعاب الشعبية ومناطق للحرفيين واخرى مخصصة للأطفال إذن هذه مجموعة من الفعاليات ومجموعة من المواقع التي تجهزها أمانة منطقة الرياض من أجل هذه المناسبة الغالية مناسبة يوم التأسيس نذهب مباشرة إلى محمية تلامي الإمام تركي بن عبدالله الملكية